مدينة كاركوك النفطية تستفيق على هجمات انتحارية لعناصر من تنظيم داعش استهدفوا خلالها مديرية ومركزين للشرطة بالإضافة إلى مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ومحطة لكهرباء حسب رئيس مجلس محافظة كاركوك ريبوان الطالباني التنظيم دفع بالعشرات من عناصره إلى مدينة الذهب الأسود في هجوم باغت القوات الأمنية صباح الجمعة فتوزعت مجموعات على مهاجمة المراكز الأمنية انتهت بين مقتل الانتحاريين وتفجير أنفسهم وأخرى هاجمت محطة للكهرباء وقتلت 16 من موظفيها المصادر الأمنية أشارت إلى استنفار قواتها وأعلنت حضرة تجوال للسيطرة على متطرفين من الخلايا النائمة تحصنوا في بعض المباني الحكومية في الحي العسكري ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار مع القوى الأمنية فيما انتشر متطرفون آخرون في أزقة كاركوك أحيائها خاصة حيدوميز الذي تقول المصادر الأمنية إن داعش احتجز عددا من الأهالي وفرض قناصته حضرا على تحركهم هناك كاركوك ووفقا لحصيلة رسمية قتل من أبنائها 18 شخصا وجرح أكثر من 20 من ضمنهم أطفال فيما قتلت القوات الأمنية 16 متطرفا وفرضت حصارا على المباني التي يتحصن بداخلها 30 مسلحا من داعش السلطات تقول إن حسم الهجوم تأخر بسبب وجود المدنيين فيما تنتظر القوات المحلية وصول الدعم من قوات متخصصة في جهاز مكافحة الإرهاب من أربيل والسليمانية جاسم محسن العربية